الى ذلك اكد قائد قوات امن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي ان حج هذا العام تميز بالاحترافية المهنية لا سيما وان وصول الحجاج لمشعري عرفات كان في وقت قياسي مطلقا على موسم حج هذا العام الحج الاحترافي لما شهده من مهنية في تطبيق الخطط وتميز من سيابية الحركة المرورية وتنظيم في حركة المشهى هذا ونشرت وزارة الداخلية السعودية اكثر من مئة الفرد امن خلال موسم الحج هذا العام واستخدمت التكنولوجيا الفائقة للحفاظ على سلامة الحجاجة